فيها نوع من التركيز شوف أستاذ إبراهيم عشان بمناسبة شؤالك الجمهور والتذاكر خبرتنا وخبرتك مع البحثات كلها أن فريق الكرة بيعزل تماما تماما عن أي حاجة بخلاف الهدف اللي رأي عشانه مالوش أي علاقة لا يوفر تذاكر ولا يكلف حاجات كده لكن هناك أجهزة بتبقى منطبع اللجوء إليها مع السفارة فيه كتا مخصصة فعشان كده أستاذ محمد الجرحي قالك سلمناها للسفارة والجمهور من عادة تأخف عند الجملة دي عشان بس الجمهور كمان أو الجاليات ما ترحش تضغط على البعثة ويتصور أن هم في حالة تركيز بوهم ولكن كل حاجة مع السفارة هجابوكو عليها بإذن الله ونلقى برضو الدعم أنا إحساسي كده من التليفونات اللي بجيني إن لا فيه ناس وفيه ناس عايزة تكرم وفيه ناس عايزة تدعو قيادات البعثة سواء جزائرين وصحفين وجزائرين لكن كل ده مش هيتم بالشكل اللي يأثر على تركيز الفريق إطلاقا طيب المباراة زي ما حضراتكو عارفين الساعة 9 مساء الجمعة إن شاء الله تعالى المواجهات الآلي مع الأندية الجزائرية بس قبل ما أقولوكو عليها طاقم المباراة يمكن لأستاذ محمد الجرحي أشاري إن الأهل هيلبس أسود في أسود الفنلة البديلة الاتحاد الأفريقي كان أسند إلى طاقم تحكيم من رواندا بقيادة ساموال أويكوندا لإدارة هذه المباراة وهيساعد مواطناه متيمانة ومجابة الحكم موليد 87 يعني حكم برضو شاب أدار ست مباريات في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكودفوار وأدار مباراة في دور الأبطال هذا الموسم كانت بين النجم الساحل التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي الأهلي مع الأندية الجزائرية لعب 25 مباراة الأهلي فاز في 11 مباراة وتعدل 8 مرات الأندية الجزائرية تغلبت على الأهلي في 6 مباريات الأهلي سجل 32 هدف في الشباك الجزائرية عامة معه الشباب بالوزداد على وجه التحديد لعب مع الأهلي 3 مباريات الأهلي فاز في مبارتين وتعادل مباراة واحدة وسجل الأهلي هدفين الحقيقة الأهلي سجل هدفين كان منهم هدف غالي جدا على نفس الملعب اللي هيلعب عليه بكرة في 2001 كان الأهلي راح يلعب مع شباب بالوزداد في نفس الملعب مع منو الجوزي كان المدير الفني للأهلي وسجل الأهلي هدف فاز به سجله إبراهيم سعيد وتآهل به الأهلي إلى الأدوار الإقصائية وتغلب كمان في النهائي وفاز في البطولة بعد كده فده يمكن اللقاء اللي كان مهم جدا بين الأهلي وبالوزداد لكن في نسخة هذا الموسم شباب بالوزداد كانت عادل مع الأهلي في القاهرة الطاقم التحكيم الرواندي في المؤتمر الصحفي أو في الاجتماع الفني زي ما الأستاذ محمد الجرحي قال تم الاتفاق على كافة الترتيبات وتقرر خلال الاجتماع أنه الأهلي هيلبس الزي الأسود وحارس المرمى مصطفى شبير المرشح للمشاركة إن شاء الله ونتمنى له كل التوفيق وعندنا كل الثقة في كفاءته وتركيزه إن شاء الله حيكون مصطفى بالزي الأصفر ده ما يخص الترتيبات الفنية للمباراة الاجتماع الفني حضر الكابتن خالد بيبو مدير الكورة والعميد علاء صلاح المنسق الأمني والدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق وطبعا الخبير الإداري الكبير الكابتن سامير عدل المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق مستر مارسل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حسب بروتوكول الكاف تحدث عن أجواء الفريق وجاهزيته ورؤيته للمباراة والمنافس إيه نشوف